السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح أنشطة شارك نشاط رقم 16 و17 ونعمل مراجعين المفهوم الثاني انتقال الطاقة في النظام البيئي من الوحدة الأولى لعلاقات الغزائية بين الكائنات الحية من منهج العلوم الجديد للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب شارك الدرس السادس مشاط رقم 16 سجل أدلة كعالم أول حاجة معان هنا في سؤال بيقولك كيف تحصل الصقور على الطاقة الصقور كيف تحصل على الطاقة الآن بعد أن تعلمت كيفية سريان الطاقة خلال نظام البيئي حاول وضع تفسير علمي عن سريان الطاقة في الكائنات الحية خلال الأنظمة البيئية المختلفة فهنا عندنا التساؤل بتاعنا يقولك كيف تنتقل الطاقة في النظام البيئي الطاقة إزاي بتنتقل في النظام البيئي أول حاجة عندنا الفرض الفرض هنا بيقولك بتنتقل الطاقة خلال النظام البيئي عن طريق العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية وبعضها في صورة سلاسل غذائية يبقى هنا عندنا الفرض بيقول إن الطاقة بتنتقل خلال النظام البيئي عن طريق العلاقات الغذائية بين الكائنات الحية وبعضها في صورة سلاسل غذائية بعد كده عندنا الدليل هنا الدليل بيقولك تعلمنا من خلال دراستنا للسلاسل والشبكات الغذائية أن الطاقة تبدأ من الشمس يبقى عندنا الطاقة بتبدأ من الشمس تحصل الكائنات المنتجة على الطاقة من الشمس إبقى الكائنات المنتجة بتحصل على الطاقة من الشمس ثم الكائنات الحية الأخرى المستهلكة تستهلك الكائنات المنتجة كغذاء وتحصل على الطاقة إبقى الكائنات المنتجة بتحصل على الطاقة من الشمس ثم الكائنات الحية الأخرى المستهلكة بتستهلك الكائنات المنتجة كغذاء وتحصل على الطاقة عندما تموت النباتات والحيوانات فإنها توفر الغزاء والطاقة للكائنات المحللة والتي تعيد العناصر الغزائية التي تحتاج إليها النباتات إلى التربة مرة أخرى يبقى عندما تموت النباتات والحيوانات بيحصل إيه بتوفر الغزاء والطاقة للكائنات المحللة الكائنات المحللة تعيد العناصر الغزائية التي تحتاج إليها النباتات إلى التربة مرة أخرى طب إيه التفسير العلمي قال لك بتنتقل الطاقة من خلال نظام بيئي عن طريق الاستهلاك يبقى الطاقة بتنتقل من خلال النظام بيئي عن طريق الاستهلاك تصنع النباتات غذائها بنفسها في وجود ضوء الشمس ويطلق عليها كائنات منتجة للغذاء يبقى النباتات بتصنع غذائها بنفسها في وجود ضوء الشمس ويطلق عليها كائنات منتجة للغذاء تستهلك الحيوانات آكلة العجب مثل الأرانب الغذاء من النبات وتحصل على الطاقة والتي تنتقل إلى حيوان آخر من آكلات اللحوم مثل السعلة في النظام البيئي في الحيوانات آكلة العجب مثل مين مثل الأرانب بتستهلك النبات في الغذاء وتحصل على الطاقة بعد كده الطاقة تنتقل إلى حيوان آخر من آكلات اللحوم مثل السعلة في النظام البيئي عندما تموت الكائنات الحية فإن الكائنات المحللة زي الفطريات والبكتيريا بتتغذى على أجسامها وتعيد إلى الطربة العناصر الغذائية مرة أخرى لينمو المزيد من النباتات وتستمر هذه الدورة الكبيرة عندما تموت الكائنات الحية الكائنات المحللة زي الفطريات والبكتيريا بتتغذى على أجسامها وبعد كده تعيد إلى الطربة العناصر الغذائية مرة أخرى لينمو المزيد من النباتات وتستمر هذه الدورة الكبيرة التطبيق العملي هنا عندنا وظائف علم البيئة عالمة بيئة متخصصة في الأنظمة النباتية الدكتورة بيكي باراك عالمة بيئة متخصصة في النباتات مما يعني أنها بتدرس مجموعة واسعة من النباتات المختلفة يبقى العالمة بيكي باراك عالمة بيئة متخصصة في النبات يعني عالمة بيئة متخصصة في النباتات يعني بتدرس مجموعة واسعة من النباتات المختلفة قد تعتقد عندما تتخيل عالما فإنك سوف ترى شخصا يعمل داخل المختبر ويرتدي دائما المعطف الأبيض ولكن الدكتورة بيكي باراك كانت تجرى أبحاثها في البراري يعني في الزرع وسط النباتات الخضراء لطالما كان حبوها للحيوانات والنباتات منذ صغرها ولكنها لم تكن تعلم أن هناك علما حقيقيا يمكن من خلاله دراسة الحيوانات والنباتات إلى أن وصلت إلى سن المراهقة وبدأت تدرس علم البيئة التحقت بعد ذلك بأحد الصفوف الدراسية عن الإصلاح البيئي وهناك تعلمت عنه لأول مرة إيه هو الإصلاح البيئي؟ الإصلاح البيئي إعادة بناء البيئات الطبعية المتضررة يبقى الإصلاح البيئي هو إعادة بناء البيئات الطبعية هو إعادة بناء البيئات الطبعية المتضررة أول حاجة نعرفها انتشار البوزون تحتاج النباتات إلى طرق مختلفة لنقل البوزون أو نشرها حتى تلمو في أماكن جديدة وقد تكون بوزور النباتات اللزجة وقد تكون خفيفة وجافة يبقى النباتات بتحتاج إلى طرق مختلفة لنقل البوزور أو نشرها حتى تلمو في أماكن جديدة قد تكون بوزور النباتات اللزجة وقد تكون خفيفة وجافة هنا عندنا شكل البوزور اللزجة وهنا شكل البوزور الخفيفة تلتصق بأجسام الحيوانات مثل الحشرات هذه البوزور قد تلتصق بملابسك دون أن تشعر ومن الصعب معرفة المكان الذي قد تسقط منك فيهم يبقى البوزور اللزجة بتنتشر إزاي؟ بتنتشر إنها بتلتصق بأجسام الحيوانات زي الحشرات فتنتقل من مكان إلى آخر وممكن تلتصق بملابس الإنسان دون أن يشعر وبعد كده من الصعب اللي حنعرف المكان لتسقط منه فيهم البوزور الخفيفة تنتشر هذه البوزور بفعل الرياح يبقى البوزور الخفيفة بتنتشر بفعل الرياح حيث تنتج النباتات هذه البوزور عندما يكتمل نموها وبعد كده تتطاير البوزور إلى مسافات طويلة ثم تستقر في بيئات طبيعية جديدة لتنمو وتزدهن يبقى هنا عندنا البوزور الخفيفة تنتشر بفعل الرياح بتنتج النباتات هذه البذور وعندما يكتمل نموها تتطاير البذور إلى مسافات طويلة وبعدك تستقر في بيئات طبيعية جديدة لتنمو وتزدهر وظائف علم البيئة تشجع الدكتورة باراك الناس على قضاء بعض الوقت في التأمل في العالم الطبيعي والاهتمام بالطبيعة هنا يقول لنا إذا كنت مهتم بالعالم الطبيعي ففكر في المشاركة في أعمال الحفاظ أو الإصلاح البيئي في منطقتك للمساعدة في رعاية النباتات والحيوانات قد يؤدي اهتمامك بالطبيعة الآن إلى أن تعمل في مجال علم البيئة في وقت لاحق هنا يقول لنا في ضوء ذلك قم بالبحث في المجالات الآتية أول حاجة مجال العلوم تأثير التغيرات البيئية مثل التلوث وتغيير المناخ على الكائنات الحية في البيئات المختلفة في مجال التكنولوجيا استخدام رشاشات الماء في ري المحاصيل للحفاظ على المياه في مجال الهندسة تصميم نموذج لمساحة مربع محدد في مدينتك التي تعيش فيها ليناسب زراعة بعض الأشجار والمساهمة في الحفاظ على البيئة في مجال الرياضة عمل رسم بيان التأثير السلبي لحرائق الغابات على عدد الأشجار بين عامي 1990 حتى عام 2000 ميلادي مراجعة انتقال الطاقة في النظام البيئي اول حاجة احنا شرحناها النظام البيئي هو مساحة طبيعية تشمل كائنات الحية والبيئات التي تعيش فيها مكونات النظام البيئي كائنات حية مثل النباتات والحيوانات والانسان وعناصر غير حية مثل الماء والهواء والطربة من أمسية الأنظمة البيئية الصحراء والغابات والبحار والمحيطات والأنهار بعد كده تكلمنا عن تصنيف الكائنات الحية فقلنا تصنف الكائنات الحية حسب طريق تغذيتها إلى كائنات منتجة تصمع غذائها بنفسها في وجود ضوء الشمس وتقوم بعمل بناء الضوء مثال لها النباتات والطحالب وكائنات مستهلكة تعتمد في غذاء على النباتات بصورة مباشرة أو غير مباشرة منها آكلات العجب مثل الأبقار والأرانب ومنها آكلات اللحوم مثل الأسود والسقور وكائنات محللة بتحصل على غذائها من جثث الكائنات الميتة وبقايا المواد النباتية والحيوانية مثل الفطريات والبكتيريا بعد كده بتحصل النباتات الخضراء على الطاقة من ضوء الشمس وتنتقل الطاقة من كائن حي لآخر خلال السلاسل الغذائية ولتبدأ دائما بالكائنات منتجة للغذاء ثم كائنات مستهلكة وتنتهي بكائنات محللة بعد كده تكلمنا عن السلسلة الغذائية قلنا المصارى التي تنتقل فيه الطاقة من كائن حي لآخر في النظام البيئي وهنا مثال سلسلة الغذائية تبدأ بالنبات أغضى بعد كاج أراض ضفضع سعبان بوما ترتبط جميع الكائنات الحية مع بعضها بما في ذلك الإنسان في حاجة اسمه شبكات غذائية مختلفة الشبكات الغذائية مجموعة من السلاسل الغذائية المتداخلة مع بعضها والنموذج لشبكة غزائية تعد الشبكات الغزائية الخيار الأفضل لإظهار التفاعلات بين الكائنات الحية لأنها تظهر التفاعلات بين العديد من الثلاثة الغزائية وليس بين عدد قليل من الكائنات الحية في النظام البيئي بعد كتكلمنا عن نظور الكائنات المحللة في الطبيعة قلنا تقوم بتحليل أجسام الكائنات الميتة وبقايا المواد النباتية والحيوانية مما يسمح بإعادة العناصر الغزائية الموجودة في أجسام هذه الكائنات مرة أخرى إلى التربة والحفاظ على توازن النظام البيئي وقلنا أن الشمس هي المصدر الرئيس للمعظم الطاقات على سطح الأرض يحصل الإنسان على الطاقة من الغزاء في وجود الأكسجين داخل خلايا الجسم تتم عميد إعادة تدوير الأشياء بهدف استخدامها لصنع منتجات جديدة بدلا من الذهاب إلى مكب النفايات وبكده يكون وصلنا معاكم لنهاية درس النهار دا الدرس القادم عن حل مع بعض أسئلة تدرب على المفهوم الثاني انتقال الطاقة في النظام البيئي فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة